اهلا بيك في الحلقة الشهرية المعتادة من ما حدش طلب رأيها السؤال الاول من احمد جمال اللي بيقول ايه المرجعيات للمدربين في الابتكار في الكورة يعني ايه الخطوات اللي بيعملها المدرب لما بتيجي في دماغه فكرة تيكتيكية جديدة عاوز ينفذها هل بيعرض على مساعدي الاول عشان يشوف افضل طريقة لتنفذها ولا بيشرح الفكرة للعيبة وبيبدأ في تنفذها ولا بيرسمها في دماغه الاول وازاي المدرب يعرف ان الفكرة دي نجحت او وصلت لاعلى مستوى نجاح لها وهل اصلا فيه كتب موجودة حاليا عن خطط تيكتيكية موجودة بشكل نظري فقط وما اتطبقتش او اتطبقت لفترة من الزمن وفشلت وانتهت شوف يا بوحمد الابتكار بمعنى الاختراع يعني في كرة القدم اصلا شيء شديد النطرة يعني زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فات كده بتاعت دائرة اخوان مليو فكل شيء له ارهاصات ولو بدايات وسابقه محاولات فشلة او غير مكتملة يعني حتى لو رحنا لفكرة بيعتبرها الجميع ابتكار حصري للجورديولا زي الظاهير الوهمي مثلا فهذه الفكرة لها اصول تاريخية برد لانه زي ما قلنا في السؤال الرابع من حلقة محدش طلب رأيك رقم 14 فالفول باك او الظاهير اللي احنا نعرفه دلوقتي كان اصلا اسم بيتقال على مدفع القلب في خطط العصر الغابر زي اثنين ثلاثة خمسة كده ثم لما الليبرو نزل ما بين الاثنين فول باكس دول وهما طلعوا لمقابلة الاجنحة بقوا الفول باكس طوع دلوقتي كل ده طبعا مالوش علاقة قوي بز ظاهير الوهمي بتاع جورديولا دلوقتي اصلا اللعبة كلها تغير لكن الربط الوحيد هنا هو فكرة نقل لعبي الطرف للعمق والعكس وهو شيء مش جديد على جورديولا نفسه حتى نيستا تحول من جناح للاعب محور تمانا جيكز تحول من جناح بعدها برضو للاعب محور في اخر ايام في 2010 واخر ايام خفير زانتي المجيدة في الملعم مورينيو برضو حركوا في بعض المباريات من مركز الظاهير لمركز لعب الوسط جنب كامبياس فالاستدراك المهم هنا انه فيه فرق بين الحركة الاخيرة في سلسلة الابتكار اللي هي بيبان فيها الفرق بين القديم والجديد واضح جدا وبين ان الابتكار ده سابقوا مراحل وخطوات قدت لي نرجع بقى لسؤالك والخطوات اللي بيعملها المدرب عشان يطبق هذا الابتكار لما تجي له فكرته ودي ما لهاش كتالوج محدد يعني احيانا اللعب هو اللي بيوحي المدرب بهذا الابتكار يعني قبل ما سير اليكس فيركسون يفكر يعتمد على روني في نص الملعب مثلا روني اظهر شراسة وحماس كبير في المراحل الدفاعية لما الكورة بتطقطع من منشستر رينايتت قدامه وطبعا السير اليكس فيركسون او اي مدرب يتمنى لو كان كل مهاجمي زي روني لكن وقتها ما كانش طلب ده من روني تحديدا روني تطوع ولما كان بيسترجع الكورة في نص الملعب كان بيظهر كمان قدرة على توزيع اللعب تمريرات طويلة وتمريرات بينية ونقل الفريق من الحالة دي للمرحلة اللي بعدها التحول فهو اللي اوحل فيركسون بالفكرة دي شيء مشابه حصل مع سكولز لكن في الاكاديمية وهو صغير كذلك بيرلو بدأ مسارته كمهاجم هنري طلب نصا من فينجر ان يحطه على الطرف بعد ما فشل في التسجيل في اول سبع مباراة لي في البريمير لي واستمر هناك للابد بعض الناس ممكن تشوف الحالة دي من بره تفتكر ان دي فكرة فينجر فاحيان تانية تكون الحاجة هي ام الاختراع يعني مثلا احتياج منشستر سيتي لكمباني في مركز مدافع القلب خلاه واحد من افضل مدافع القلب في حقبة البريمير لي كمباني كان لعب ارتكاز اصلا وسيتي اتعاقدوا معاه على الاساس ده احتياج ليفربول لجيراد كظهير ايمن في نهاي اسطنبول الشهير عشان يقفل على اخر محاولات انشلوتي للعودة في المباراة لما نزل سرجينيو على الخط وتقلق جيراد في الدور ده اوحى لبانيتيز انه يلاعم جيراد جناح احيانا بعد كده في اربعة اثنين ثلاثة واحد وهكذا طيب يعني كل الابتكارات جات من احتياج معين مفيش ابتكار لاجل الابتكار يعني الاجابة في السؤال الاحتياج هو اللي بيدي الابتكار امتو اصلا لو هذا الابتكار لم يعالج مشكلة واضحة عجز عن حلها الاخرون هنفتكروا ليه اصلا يعني لو بكرا الصبح جيج ورديولا قالك والله انا هحط هلند وينجل او صنع العام ثم تخيل انه للمفاجأة يعني هلند نجح كوينج او كصنع العام هتبقى ردود الافعال اوكي مجهود يسكر فيشكر ممكن تحطه في السي في بس ما كانش ضروري يعني ما هو الراجل كان شغال كمهاجم مهدف كانش فيه مشكلة ونفس الشيء ينطبق كمان على الخطط مش بس مركز اللاعبي كل الابتكارات اللي بتشوفها بتحدث طول الموسم هدفها حل مشكلات بسببها لنا الخصوم ابرز اختراع مثلا الموسم اللي فات اللي هو البوكس ميتفيلد بتاع دي زربي امتو جات من انه نسف ضغط ليفر بول العالي تمام يعني لحد اللحظة دي ما كانش حد شاف فريق بيخترق ضغط ليفر بول بالسلاسة والسهولة دي وبيوصل لمرماهم بالكسافة دي فانتشر البوكس ميتفيلد وكانت ذروة تفوقه على ضغط ليفر بول في مباراة سيتي وليفر بول بتاعت الدور التاني بتاعت الموسم اللي فات اللي اتكلمنا عنها في حلقة اثبات جورديولا وساعتها دخل كان قاعد بيتفرد لانه زي ما الكابتن حسن بلتاجي دايما بيقول هذه المباريات لا تجري في كزر منعزم انا كتوخل هقابل جورديولا بدوري ابطال هحضر له ازاي هتفرج واشوف ايه اللي بيحصل لقيته عمال يشد مهاجمين ليفر بول عليه ويرمي الكرة وراه فامتانا اي اللي لعبتي هتضغطوا جماعة بس ما تروحوش على مدافعين السيتين ما تسيبهمش يستفزوك اهتموا اكتر بالاتنين المحاول رودري وستونز اهم حاجة ان ما يوصل لهم شكورة وان المدافعين ما يشيلوا شكورة ويتقدموا بيه وقد كان مين كان قاعد بيتفرج برضو تنهاخ راح مطور على نفس الفكرة وده ظهر في نهائي كاس الاتحاد الموسم اللي فات مين كان قاعد بيتفرج سيموني انزاجي وهكذا نبتدي من الواو هو ده مرجعيتنا الاولى الراجل ده بيعمل ايه وخصومه عمله ايه وده سبب له مشاكل قد ايه وايه اللي احنا نقدر نزوده بقى او نطوره في الكلام ده كله فبالعودة لسؤالك يعني بالن بالنسب لكل الناس دلوقتي المرجعية هي الخصر فيه شوية مبادئ عامة احنا ملتزمين بها مفيش مشكلة بس هنطبقها ازاي بقى هنضغط بكام فين هنعزل مين ونحمل على مين هنحط مين واحد ضد واحد كل ده بقى متوقف على الخصر فندرس الخصر وهو اللي هيحدد اذا كنا محتاجين لنا ابتكر ولا لا قصة بقى لما يكون فريق كبير بنافس على اكتر من بطولة طول الموسم واغلب الموسم يعني بلعب مباراة كل ثلاث ايام فمفيش وقت اللي ابتكار الا بدافع الحاجة وحتى لو اللي ابتكار جاهز فما فيش وقت كبير للتدريب عليه ازاي بقى بيعرف انها وصلت لأعلى مستوى ممكن من النجاح زي ما بتقول انه ببساطة ما حدش بيعرف يوقف عشان كده كلوف فضل يضغط تقريبا بنفس الطريقة بالتلاتة اللي قدام لغاية ما قابل دي زرته السؤال التاني من ابو بكر عمر اللي بيقول عارف انك في الغلب ما بتجاوبش على اسئلة من النوعية دي بس عندي فضول اعرف اجابتك مين افضل لعب شاهدته في الواحد الواحد بين ميسي ورونالدينيو ونيمار انا بشوف نمار عنده تفوق على اي لعب في التاريخ في النقطة دي بزي والله يا ببكر ده متوقف على تعريفك لكلمة افضل يعني دي لفظة مخادعة شوية ممكن يكون لياه اكتر من معنى مع عشان كده انا لا افضل الاجابة على اسئلة مشابهة لان اللي في دماغك غالبا هيكون حاجة غير اللي في دماغك بس يعني خلينا اقول لك تفضيلاتي للمعاني المحتملة لكلمة افضل لو افضل بمعنى امتع فانا هروح لحد زي رونالدينيو او تعربت او بن عرف او با اللي هو الطراز المستهتر المتعالي شوية اللي هو مش بيكتفي بالمروغة او المرور وخلاص ليه بقى احب رونالدينيو اكتر واحد فيهم لانه الوحيد عبر مسيرته اللي اقنعني ان الهدف من مراوغاته ليس الايهانة وليس التعالي وليس السخرين يعني متع خالصة سعادة نقية هكذا اعتقد يعني ممكن اكون غلطان طبعا لو بنتكلم بقى على افضل بمعنى اكفأ اكثر فعالية فمعليش بكري يعني يسمحني دي مفاش كلام عدد استمرارية ثبات صعوبة معافرة مراو المراوغات دي قدت لايه مسي 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 للصبح بعيد قوي يعني الفرق بين مسي ونمار في جزئية المراوغة دي من وجهة نظري ان نمار بيحسسني ان هو بالاساس بيلعب كرة عشان يروح يعني ربما يكون هو ده الشغف اللي بيحركه في لعب الكرة من هو صغير انه يغلب العيبة في واحد على واحد عشان كده في مرات كتير نمار بعد ما بيعدي من واحد واثنين تحسه بيهنج لحظة كده بيوقف كده بيفكر لان نمار الطفل عمل اللي عايزه خلاص نمار لعب كرة قدم المحترف ب انجاز نعتبر نمار لعب كرة قدم محترف يعني لسه بقى في اللحظة دي بيفتكر تعليمات المدرب ويشوف هو بعد ما يعد المفروض يعمل ايه فنمار هدفه طول الوقت انه يتحط في مواقف يروغ فيه مسي بقى عايز يسجل وعايز يكسب المراوغة المراوغة هي الحل اللي هو بيستخدمه للمشاكل اللي بتقابله وهو رايح يسجل ويكسب المراوغة يعني ما بيقافش عمره ما بيتشتت او بينسى هدفه الاصلي من اللعب دي حاجة حتى بتشوفها في فيديوهاته وهو صغير صار موجه ناحية المرمى بس عنده مرونة والليونة انه يتجاوز العقبات اللي في طريقه انما هو طول الوقت رايح ناحية المرمى ده طبعا ممكن يخلي نمار امتع بالنسبة لناس كتير انا لأ دا يمكن ملوهش علاقة بستايل مراوغة نمار قد ملوه علاقة بان انا ما كنتش بالع نمار من الاول كشخص وكلاعي لان اللي شفتوا منه هو محاولة لاعادة احياء رونالدينيو بس في صورة رجل اعمال بقى يعني ايه خلينا اشرحه نمار بالنسبة له الايدولز بتوع رونالدينيو وروبينيو والناس دي فهو عايز يبقى مزاجي وممتع ومستهتر زيهم من غير بقى ما يكون محترف زي ماسي ورونالدو ولا ثابت في المستوى زيهم ولا عنده نفس الاستمرارية بس هو في نفس الوقت عايز ياخد فلوس زي ماسي ورونالدو واكتر احيانا فالنتيجة هو حاجة كده مسخ ما لهاش معنى مش مفهومة لأ انت عايز تختار الحياة دي وتتحمل نتيجة اختياراتك زي رونالدينيو وزي روبينيو ولا انت في نفس الوقت عايز تحلل الفلوس اللي بتدفعلك وتبقى لعب محترف ملتزم نفس الشيء ينطبق على بوكبا برد القصة كلها تحسها نصب في نصب انا هعمل مطشين تلاتة اربعة خمسة عشرة كل موقع بحركات ولقطات وترائيصات وكده يعني وحاروح مهرجانات في البرازيل في نص الموسم واسافر لعيد ملادي اختي ووزني يزيد واشرب ودخن واروح العب باسكت مع صحابي في ميامي وانا مفروض مصاب وغيب عن الفريق وقول لهم لأ انا مش عايز العب هنا لأ انا عايز نبقى تلات في نص ملعب مش اتنين لأ ايه ده مهام دفاعية يععى لأ مش هلعب وانتو بقى المفروض تتسامحوا مع كل ده عشان انا ممتع جدا طب تمام تسامحنا مع كل ده اوكي دلوقتي بقى تدوني تلاتين الف يورو عشان كل مرة بعد الماتش امشي الميت متر دول طول الملعب اروح لجمهور احيين فالمعادلة هي اني اعمل كل الاخطاء بس ااخد كل المميزات وما تحملش ولا حاجة من العيو مقابل فلوس كتير جدا بالمناسبة ده رأيه في نمار من ساعة ما راح برشل يعني في 2014 ملوش علاقة بقصة انه راح باريس او رجع من باريس يعني بعد الناس بقى بدون ذكر اسماء يوسف حمدي شايفين ان مسيرة نمار والانطباع اللي اتخد عنه ده له علاقة باستغلال ابوه ليه وان ابوه هو اللي ساقه في السكن اي ممكن انا شايف ان ده ممكن يبقى صحيح لحد مرحلة معينة بعدها تحول نمار طبعا لشخص بلغ ومسؤول عن قراراته السؤال الثالث من ناجي النجار اللي بيقول هل تصرفات حرس زي هيجيتا كانت طبيعية وقتها ولو مش طبيعية ليه كان مسمح له يتصرف بالكرة اما تجيله كده طيب للشباب الصغير اللي ما يعرفش مين هيجيتا فهو الراجل ده ريني هيجيتا قد يكون الحارس الاكثر اثارة للجدل في تاريخ اللعبة بحركاته وجرئته الاستثنائية على الكرة في وقت كان فيه كل الحراس تقريبا لما بترجع لهم الكرة بيمسكوها استغلالا لقاعدة الباك باس رول اللي غيرها الفيفا بعد مونديال ايطاليا 1990 واشتهر هيجيتا بدربة العقرب او السكوربيون كيك اللي صد بيها تسديدة من جامي ريدنا في وضية ضد انجلترا سنة 1995 فالاجابة على سؤالك الاول يا ناجي هي لا تصرفاته طبعا ما كانتش طبيعية في الواقع بقى هيجيتا رغم الناس كتير بتشوفوا مهرج لانه في مونديال 1990 ده حاول يراوغ روجي ميلا وهاجم ونجم الكاميرون وقتها والنتيجة كانت زي ما انت شايف كده والكاميرون هي اللي راح تروب عن نهاقي بدل كولومبيا لانه في نفس الوقت كان اول سويبر كيبر في العصر الحديث سقط سهوا من حلقة ايد ورجل الاسباب بعض المحللين بيقولوا انه كمان كان واحد من الاسباب اللي شجعت الفيفا على الغاء قاعدة التمرير الخلف للحارس لانه ممارسات هيجيتا وتصرفاته كانت بتحسسهم انه لو الحارس كمان بيقدر يلعب رجله اللعب هيبقى اكتر اثارة بكتير هيجيتا كمان كان حرس جيد جدا وشخصيته كانت استثنائية بين زمايله في قط اللبس في مسيرة 24 سنة 12 فريق خمس دول مختلفة وهذه الجرأة غير العادية بالكرة كانت بتخوف المهاجمين كمان كانوا بيخافوا ويروحوا عليه فكان بيمرر براحته وكان قدرته على التمرير كمان افضل من الحراس عصر في الواقع بقى مهارات هيجيتا غير المعتادة بالنسبة لحرس مرمى جاية من حقيقة انه مهاجم بالاساس وفي المدرسة كان هدف فريقه وبعد اصابة حرس مرمى الاساسي هو تطوع عشان يقف حرس مرمى وتقلق وبعد احترافه قاد فريق اتلاتكو ناسيونال الكولومبي لأول بطولة كوبا لبرتادوريس في تاريخهم وبقى حرس مرمى المنتخب الاساسي وده بقى يودينا لسؤالك الدين ليه كان مسموح له يتصرف بالطريقة دي اولا هو كان حرس جيد جدا زي ما قلت لك وجرأته دي كانت بتنعكس على الفريق كله فريق كله كان بيبقى اكتر جرأة ثانيا تاريخيا وثقافيا كرة امريكا اللاتينية تتسامح مع صفاتين لا تتسامح معهم كرة اوروبا عدد الاستعراض والعنف قال ليك فاكر برضو ان دي نفس القارة اللي طلعت خسيل ويستشي لافيرت ورودريغو سيني وجورجي كانت ثالثا الفيل في الغرفة زي ما بيقول الانجليز هجيتا ولد في مدين فايوا زي ما جي في بالك كان صديق شخصي لملك مدين بابلو اسكوبار تجر مخدرات الاشر صديق شخصي معلن كمان يعني كان بيروح يزوره في السجن وكده فطبعا طبعا طبعا كان مسموح له يعمل له عايز اصلا السيب الرئيسي لغيابه عن مونديال 94 كان ان بابلو اسكوبار خطف بنت خصمه ومنافسه في تجارة المخدرات كارلوس مولينا عادي يعني تجار مخدرات بيهزره مع بعض فالسيد رينيه جيتا توسط بين الاثنين عشان الفيديا تتدفع لبابلو اسكوبار وبنت مولينا ترجع له ويطلع له حسنته برضو في النصف 64 الف دولار ولما طبعا اتقابض عليه لمشاركته فيه نشاط اجرامي قال لهم انا لعب كرة قدم لم اكن اعلم ان تلك جريمة اصلا هو كان فاكر نفسه يعني ايه بيهدي نفوس بيصلح ما بين الناس يعني السؤال الرابع من حساب بلا اسم واضح بيقول هل تتفق مع مقولة كرة القدم 50% حظ و50% تكتيك وفنيات لا لا اتفق لا اتفق مع اي مقولات مطلقة عموما يعني اللي هي الحكم والامثال بتاعت كرة القدم زي الدفاع يجلب البطولات والفريق اللي بيدافع بيطعب اكتر والحاجات دي عارف سلافوي جيجيك الفيلسوف السلوفيني المعاصر له فيديو جميل اوه هسيبوله في المصادر بيقول فيه قد بالك ده فيلسوف اللي بيقول الكلام الحكمة هي اكتر الاشياء اثارة للتقزز وضرب مثل قال لك تخيل ان فيه واحد عمل شيء فيه مخاطرة ونجح هيجي واحد حكيم ويبرر هذا الامر ويقول لك اه طبعا ما هو انت مستحيل تحقق اي مكاسب من غير مخاطر هو قال مثل سلوفيني من ثقافته بهذا المعنى وانا متأكد ان ايا كانت جنسيتك هتلاقي مثل في ثقافتك برضو بنفس المعنى قال لك بقى تخيل واحد تاني جيعمل نفس الشيء وفشل هيجي واحد تاني حكيم برضو هيقول لك اه ما هو لا تبول في واجه الرياح ده مثل سلوفيني برضو من ثقافته اصلا المثل ده في عكسه بالظبط في الثقافة الامريكية بالصدفة يعني ده باول في واجه الرياح عادي وهو رأيه ان مهما كان اللي عملته هيجي واحد حكيم ويبرره ويمنطقه بجملة زي الحكمة لكن عكسها بيكون منطقي برضو في حالات اخرى لان الحكمة في وجهة نظر جيجي هي مجرد محاولة لتعميم تجربة شخصية او تجربة جزئية انت عملت حاجة استنتجت منها حاجة حاولت تعميمها على الناس في صورة حكمة اولا عشان تشعر بالانتماء انه اللي حصل معك بيحصل وحا يحصل مع كل الناس ثانيا عشان ما تحسش انه هما هيبقوا اسكة منك تطلعوا نتائج مختلفة او نتائج افضل من نفس الموقف اللي انت كنت فيه ثالثا عشان تبسط الامور تحط قواعد تمشي عليها وتقنع نفسك انها هتفضل صح مهما كان الموقف الحياة لغث لناس كتير وكذلك هي كرة القدر فالناس طول الوقت بتحاول تحط قواعد مطلقة عشان تقلل التفكير والقلق والحيرة الدائمة فغالبا اللي شايف انه 50% من الكرة حاصلة ده ليس مخطئ وليس مصيب هو بساطة بيعبر عن حاجة تجربته الشخصية ممكن تكون تجربة 10 او 20 او 100 واحد غيره لكن في النهاية هي تجربة شخصية برضه ليه حكمنا بانها تجربة شخصية معلومات داتا الشيء الذي لم يمتلكوا الناس لما قالوا 3 اربع الحكم والامثال دي فازاي اب انا شايف نتايج كرة القدم قدامي بالشكل ده والفرق صاحبة الميزانيات الاضخم والمدربين الافضل واللعبين الافضل والجماهير الاكبر هي اللي بتفوز دائما باستثناءات ندرة يعني وبعدين اجي اقول اصل الكرة 50% منها حظ يعني فيها نسبة حظ طبعا بس 50% لا ده بالنسبة لكرة القدم بشكل عام يعني لو هو بقى يقصد بكرة القدم اللي هي المنافسات والمباراة بتاعت الفرق الكبيرة اللي كلنا بنشجعها هي دي يعني كرة القدم فطبعا منطقي ان الحظ يكون تأثيره فيها اكبر من باقي المباراة وببساطة لان باقي العوامل زي الميزانية والمهارات والفنيات والتيكتيكو كذا متقربة بس خد بالك فرق بين الحظ والعشوائية دي بقى قصة تانية عايزة حلقة الواحدة لان كونهم بيتقالوا مع بعض الحظ والعشوائية مش معناها ان هم نفس الشيء السؤال الخامس والاخير من عمر اللي بيقول مرات الواحد بيسمع الكلام لمدربين اسبان ايطاليان لاتينيين بيحس كأنه بيقرأ كلام عن مفهوم صوفي متجاوز للمدى بحين انه كلام عن الكرة بس بحس بانه اشخاص زي بيلسا واخوان ماليو هما متجاوزين للمفهوم المادي المعروف للكرة وبيكلموا عنها وكأنها طريقة النظر للكون وطريقة تفكير هنا عمر هنخش في مساحة اتزلت شوية في العصر الحالي لان الكلمة المناسبة هنا عياها التكرار اللي هي الشغل ممكن انا وانت وكل ناس مختلف على قيمة بيلسا او ليل قدموا ايه للكرة او ما قدموش ايه ممكن الناس تشوفهم مجرد منظرين ما انجزوش اي شيء بالنظريات اللي بيقولوها دي وناس تانية تشوف ان هما نجحوا بطريقتهم الخاصة يعني فيه شعره ما بين ده وده صعب تشوفها مش كل الناس هتقدر تشوفها وانا شخصيا اتفهم وجهتي النظر يعني عن نفسي كل واحدة فيهم ليه اسبابها ودوافعها وعندها قدر ما من الوجهة وفي الواقع بقى انا بشوف الحالتين دول بتعليه وبيلسق مربكين جدا يعني افتكر كنت قريد مقال جميل جدا لديفيد جارسيا في these football times عن اخوان ماليزي عنوانه ماذا لو كان النجاح يبدو كالفشل المتهيالي ده ابلغ تعبير عن الارتباك والحيرة اللي بيسببهم مسيرة الاثنين دول ده طبعا في عالم لا يعترف بالارتباك يعني لازم نبقى خاطعين وحاسمين ومتأكدين طول الوقت المهم يعني ان احنا نقدر نختلف على الاثنين دول زي ما احنا عايزين بس اغلبنا حيتفق ان هم شغوفين باللي بيعملوه بغض نظر عن كفائتهم في اللي بيعملوه وهذا هو دايدا الشغوفين انهم بيشوفوا العالم كله من خلال هذا الشغوف يتعمقوا ويبحثوا ويقروا ويعرفوا كتير جدا عن المجال اللي هم شغوفين بيه فمع الوقت بيبقى سهل عليهم ان هم يلاقوا اوجه التشابه بينه وبين اي حاجة تانية بيقابله ومع الوقت برضو يحسوا انه بقى بيفسر العالم وبيفسر كل شيء كان عندنا دكتور في اصعب كلها في مصر كان دايما يقول لنا العالم ده كله فيزياء اللي انت شايفه واللي انت مش شايفه كله حركة والحركة فيزياء وحتى السكون فيزياء مفيش حاجة هتشوفها او هتشمها او هتدقها او هتلمسها او هتسمعها لا تنطبق عليها قوانين الفيزياء الفيزياء هي كون وكان دايما يقول لنا ان صديقه دكتور كيميا الشهير برضو في نفس الكلية كان بيقول نفس الشيء عن الكيميا برضو الكون كله كيمياء وتفاعلات الكمياء تفسر الكون والفيزياء تفسر الكون والاهلي يفسر الكون والزمالك يفسر الكون نفس الشيء موجود في كرة القناة ودي نظرة لهواجهها برضو يعني كرة القدم بعناصرها لعيبة مدربين ادريين جماهير اعلام كأنها عالم مصغر حياة مصغرة فمنطقي برضو ان بعض الشهوفين بكرة القدم يشوفوها بتفسر الكون يشوفوها اكتر من مجرد لعبة زي العبارة الشهيرة اللي عاياها التكرار برضو اكتر من مجرد لعبة بالمناسبة مش رتكون عبارة مدحة يعني ممكن اكتر من مجرد لعبة لانها اسلوب حياة وفي بعض الاحيان بتبقى قبيحة زي الحياة برضو المهم يعني ان بيلثى وليو مكنوش اول ولا اخر ناس ينظروا لكرة القدم النظرة كاتب الشهير فرانكلين فوي لهو كتاب جميل جدا قريت منه شوية بس اسمه كيف تفسر كرة القدم العالم نفس الشيء والكتاب ده تحديدا مهم لان فرانكلين فوي ليس كتب رياضي او كرة ويأصل اغلب كتبه سياسية بالاساس كرة القدم تفسر الاشخاص وبالتالي تفسر العالم برضو لو قريت عن طفولة كلوب وما صرته كلاعب انت اكتشف ان فيه تفسير ما وربما اكتر من تفسير لتفضيله هزة طراز من كرة القدم لو عرفت ان مورينيو يعود لاصول اريستقراطية وتم تأميم ممتلكات عائلته عند لحظة ما ربما تفهم سبب عجرفته وتعاليه لما كبر وتفهم برضو سبب احساسه الدائم بالمظلمية وان الناس كلها بتتأمر عليه دي تجربة نادرة ما بتخيب يعني عن طفولة ونشأة كل النجوم والمشاير وستجد فيها غالبا تفسيرات لطريقة تصرفهم وتفضيلاتهم وانحيازاتهم طبعا ده مش معناه ان انا مجرد مفعول به وزي ما كانت طفولتنا ونشأتنا هنطلع يعني بدون اي قدرة على الاستدراك او المراجعة او التغيير عشكا اي قلتلك هتلاقي فيها تفسير مش تبرير ممكن حد يعيش طفولة قاسية وده يحاوله الشخص قاسي مش عايز غير انه يعيد انتاج المعاناة ويمرر الامه لغيره ممكن حد برضو يعيش طفولة قاسية وده يخليه قرر يبقى انسان افضل ويتجنب نفس الاخطاء ويوقف العجلة لحد عنده وناس اكتر بتعيش صراعه دائم ما بين ده وده وبتحاول على قد مضاد شوفك الحلقة الجاية سلام عليكم